السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناتكم وصفات لكم سعدت بلقائكم مجدداً وأتمنى دائماً أن يجدكم هذا الفيديو بصحة وعافية يا رب ورمضان مبارك كريم اليوم حبيباتي سوف أشارك معكم وصفات هي للتخلص من التجاعد وكذلك من خطوط الوجه بسرعة وصفة عجيبة وبمكونات سهلة متوفرة بإذن الله هذه الوصفة فعالة جداً بل هي ممتازة لدى اليوم أحببت أن أشاركها معكم لأنها مضمونة النتيجة وفعالة فكما نعلم يكثر ظهور التجاعد نحو منطقة العينين والفم والرقبة وهي تعد من علامات التقدم بالسن وتظهر عادة في أجزاء من الجسم التي تكون أكثر عرضة للشمس كالوجه والرقبة واليدين وهناك أسباب قد تزيد من تفاقم هذا المشكل ومن أهمها التعرض لأشعة الشمس التدخين الإجهاد والتعب أو الصهر لفترات طويلة فحاولوا تجنب هذه الأمور قبل البدء بتطبيقكم لأي خلطة أو وصفة يعني أي خلطة أو وصفة لإزالة التجاعد وشد الوجه ولكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو حبيبتي لنبدأ بالتعرف على مكونات الوصفة الأولى لشد الوجه وإزالة التجاعد سنحتاج هنا لقطعة من الموز يعني قطعة صغيرة من الموز من الأفضل دائما استخدام الموز الطازج وسوف نستخدمه لأنه معروف أنه بوتوكس طبيعي يقوم بشد البشرة ويملأ التجاعد بها سواء كانت تجاعد دقيقة أو كذلك تجاعد تكون عميقة فهو من أفضل العلاجات الطبيعية لمشكل ترهل البشرة كما يظهركم أصغر بعشر سنوات من سنكم الحقيقي إذا دومتم عليه سواء بالوصفات الطبيعية أو بوضعه لوحده فقط على البشرة الموز كذلك يخلصكم من الإجهاد ومن تعب البشرة يبيض البشرة يغذيها ويعمل على ترطيبها وإعطائها النظارة كما أنه صالح أيضا لمنطقة تحت العينين فهو لطيف على جميع أنواع البشرة كيفما كانت وثاني مكون سنحتاجه هو الحليب الحليب على شكل بودرة أو الحليب المجفف الكامل الدسم يمكنكم كذلك هنا استخدام حتى الحليب السائل فهو الآخر رائع جدا جدا يعني رائع لعلاج علامات الشيخوخة يقلل أيضا من ظهور التجاعد وهذا بطبيعة الحال لأنه غني بالمعادن خصوصا الكالسيوم الذي يحتوي على مدادات أكسادة تمنع يعني من تأثير الجذور الحرة على البشرة وتمنع كذلك جفاف البشرة لكي نحافظ على رطوبتها وكذلك هو مغذي رائع للبشرة فكلنا نعلم أن جفاف البشرة هو السبب الرئيسي في ظهور التجاعد المبكرة الحليب أيضا يفتح الوجه يغديه ليحافظ على صحته باستمرار وكثالث مكون سنحتاج إليه هو عصير البرتقال الطازج لا تستخدم العصير الصناعي فهو يكون مليء بالمواد الحافظة وبالملونات التي يمكن أن تسبب في نتيجة عكسية أو ظهور مشاكل جديدة على الوجه فاستخدم دائما العصير الطازج الطبيعي لأنه رائع جدا وهذا العصير هو ينشط الدورة الدموية في الوجه يزيل التجاعد والخطوط الدقيقة كما يغدي البشرة ويمنع من جفافها ويناعمها البرتقال أيضا ينظف الوجه من الخلايا الميتة ويبيضه ويوحد لونه سنحتاج هنا كذلك إلى زيت الأفوكادو الذي يمكنكم تعويضه هنا بكابسولتين من فيتامين A أو تعويضه بزيت الزيتون كذلك فكل هذه العناصر غنية بفيتامين A أو ما يسمى بالفيتامين A المهم لشد بشرة الوجه وكذلك تأخير ظهور علامات التقدم في السن زيت الأفوكادو يغذي البشرة يعمل على ترطيبها بشكل فعال ويعالج مشكلة الجفاف بها إذن وبعد أن تعرفنا حبيبتي على مكونات الوصفة لننتقل الآن إلى طريقة التحضير أول خطوة سنأخذ قطعة من الموز تكون صغيرة يعني الحجم الذي سوف يكفينا لبشرة الوجه وكذلك الرقبة سنقوم بأخذ شوكة بواسطة شوكة سنقوم هنا بهرس أو معس قطعة من الموز حتى نتحصل على كريمة الموز التي تكون شبه سائلة نقوم بهرس الموز بهذه الطريقة كما تلاحظون تحصلنا الآن على كريمة الموز تكون بهذا الشكل بعدها سنأخذ إناء سنقوم بصب كريمة الموز سنضيف بعدها ملعقة صغيرة هكذا من الحليب المجفف أو الحليب على شكل قدرة أو ما يسمى كذلك بالنيدو ممكن هنا حتى إذا كنتم تتوفرون على حليب الأطفال ممكن استخدامه كذلك بعدها سنضيف مقدار ملعقة صغيرة هنا من عصير البرتقال سنضيف هكذا مقدار ملعقة صغيرة فقط من عصير البرتقال كذلك سنضيف هنا زيت الأفوكادو الذي قلت لكم أنه ممكن تعبضه بزيت الزيتون كذلك سأضيف هنا مقدار ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو هكذا هذه الكيمية تكفي كذلك إذا كنتم تتوفرون على كابسولات من الفيتامين A أو الفيتامين H ممكن أيضا تطبيقها نخلط جيدا المكونات مع بعض إلى غاية ما تتجانس كل العناصر هنا ونتحصل على خليط يكون متجانس ويكون بهذا الشكل فهذا الخليط هو بوتوكس طبيعي للبشرة يشدها يعالج تجعيد الخطوط سواء كانت خطوط الجبهة تجعيد حول العينين حول الفم فهو رائه والمكونات كلها مغدية وكذلك مبيضة ومزيلة للتجعيد إذن كما تلاحظون حصلنا على خليط متماسك سنقوم هنا بتركه تقريبا لمدة خمسة دقائق يعني حتى تتفاعل المكونات وفي هذه الأتنان سنقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لفتح المسامات ثم نجفف البشرة وبعدها قوموا بأخذ هذه الوصفة هكذا بأطراف الأصابع وقوموا بتمريرها على كامل البشرة بداية دائما من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه نفرد هكذا بحركات دائرية ونقوم بوضع طبقة تكون سميكة بهذا الشكل كما تلاحظون دائما نطبق الخلطات على بشرة تكون نظيفة فهذا الماسك رائع جدا جدا يمكن هنا تطبيق الباقي من هذا الماسك تطبقونه كذلك على اليدين على القدمين سنتركه تقريبا لمدة نصف ساعة إلى غاية ما يجف وإلى غاية ما تتشربه البشرة بالكامل بعد ما يجف سنقوم بإزالته وبغسله بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد ومن المهم بعد ذلك أن تقوموا بتمرير قطعة يعني من الثلج أو قطنة مبللة بماء الورد البارد على البشرة تمررون كذلك مكعبات حليب مثلجة على بشرة الوجه والرقبة وأيضا قوموا بعمل تدليك لمدة دقيقة لبشرة الوجه لحمايتها من التجاعد ولشدها كذلك بالنسبة حبيباتي لهذه الوصفة تستخدم من ثلاث إلى أربع مرات بالأسبوع لتعطيكم نتيجة من الشهر الأول من الاستخدام فأنا أضمن لكم أنكم ستحصلون على بشرة مشدودة بشرة خالية من التجاعد خالية من الخطوط كذلك وهذا بطبيعة الحال بالمداومة والالتزام بالتفاصيل وكذلك بالتطبيق والآن حبيباتي سنمر لعمل الخلطة التانية أو الوصفة البديلة لكن قبل ذلك أتمنى منكم حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيعي على نشر المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة وأدعوكم أيضا بالاشتراك في قناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لكي تتوصلوا بكل الوصفات والفيديوهات فور نزولها ولكم مني دائما جزيل الشكر إذن بالنسبة للوصفة أو المسك الثاني فعال ومجرب يعني كأول مكون سوف نحتاج فيه سنحتاج إلى الزبادي أو يعني الزبادي الخالي من السكر أو ما يعرف بالروب أو اللبن أو الياغورد فإذا كانت بشرتكم عادية أو جافة أو ذهنية فهي دائما بحاجة للترطيب دائما والياغورد هو مرتب ممتاز لكل هذه الأنواع من البشرة فهو أيضا يجدد شباب الوجه يحافظ على الترطيب ويعالج التجاعد والخطوط الدقيقة التي تظهر مع التقدم بالسن كما يعالج أيضا حب الشباب والبطور فكلنا نعلم بأن الحبوب بشكل عام تترك آتار وتأخذ وقت طويل لتختفي لكن الزبادي رائع لإزالتها بسرعة كالتاني مكون هنا هو بياد البيض فهو يعالج التجاعد بسرعة بسبب مفعوله في شد الجلد ويؤخر علامات الشيخوخة المبكرة كالخطوط الدقيقة والعميقة وبياد البيض يزيد من مرونة الجلد وتألقه فالبروتين الموجود به يُعطى الجلد ملمس ناعم كما وأنه يشد ويصغر المسامات الكبيرة والواسعة وهذا بسبب خصائصه القابضة كذلك يعمل على تنظيف هذه المسامات من الزلوج ومن الرؤوس السوداء إذا كنتم تعانون منها بطبيعة الحال أما كثالث مكون حبيبتي فهو النشا نشا الدراء أو ما يسمى كذلك بالميزنة ممكن استخدام هنا أي نوع نشا متوفر لديكم فهو يحسن من بنية البشرة ويخفف من التجاعد لاحتوائه على فيتامين سي وكذلك هو مضاد أكسدا يحارب الجذور الحرة الضارة بالبشرة نشا الدراء يجدد الخلايا بفضل المعادن الموجودة به كالحديد والكالسيوم لذلك فالنشا فهو مهم جدا لأنه رائع ويجدد الخلايا بفضل المعادن الموجودة به كما قلت لكم هو رائع جدا في هذه الوصفة إذن على بركة الله لتحضير هذه الوصفة الرائعة جدا سوف نضع هنا نضيف بياض البيض كمية هنا من بياض البيض فهذه سوف تكفينا لبشرة الوجه وكذلك بشرة الرقبة بعدها سنضيف كذلك مقدار ملعقة صغيرة من نشا الدراء أو ما يسمى كذلك بالمايزنا ما يعاد المقدار ملعقة صغيرة ثم سنضيف أيضا مقدار ملعقة صغيرة من الزبادي أو اليوغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة ثلاث مكونات رائعة جدا ثم سنستمر في خلط ودمج المكونات جيدا هنا بعض الشيء يكون صعب مزج بياض البيض مع النشا ولكن سوف نستمر في التحريك إلى غاية ما نتحصل على الخليط يعني على خليط يكون متجانس وتكون المكونات متجانسة مع بعضها البعض نستمر هكذا حتى نقوم بتدويب كل حبيبات النشا ويكون كرام هكذا كما هو موضح هنا كما تلاحظون إذن هذه هي العناصر بعدما قمنا بدمج كل المكونات حصلنا على خلطة بهذا القوام نقوم دائما بأخذ هذه الخلطة وسنقوم بدهن بشرة الوجه هكذا نقوم بعمل حركات دائرية حتى نقوم بدهن كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة دائما على بشرة تكون نظيفة ثم سنترك هذا الخليط لمدة 30 دقيقة يعني إلى غاية ما يجف بعدها تقومون بغسل البشرة بماء فاتر ثم بالماء البارد تكرر أيضا عليه الخلطة من 4 إلى 5 مرات بالأسبوع فهي رائعة وتعطي نتائج فورية سوف تلاحظونها بعد أول أو تاني استخدام عليها إذن داوموا على هذه الخلطات حبيبتي إلى أن تحصلوا على وجه مشدود صافي وخالي من الخطوط والتجاعد المبكرة أتمنى أن تعجبكم خلطات اليوم إذا أعجبكم طبعا هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفات مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء